التدريبات السؤال الأول ميز المجرد من المزيد فيما تحته خط مما يأتي ألف قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم نجد الكلمات التي تحتها خط في هذه الآية الكريمة كلمة فليعمل فليعمل الأصل الثلاثي لها عملا قمنا بحذ لام الأمر ويا المضارع نجد أن الأحرف المتبقية عملا ثلاثة أحرف هنا فعل مجرد لا يوجد أي حرف من حروف الزيادة كلمة يشرك قمنا بحذف حرف المضارع من أول الكلمة وهو اليا نجد أن الكلمة أصبحت شركة وشركة فعل مجرد با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كلمة أسألك أسألك عندما نقف على أحرف المضارع التي درسناها سابقا موجودة مجتمعة في كلمة نأتي نجد أن الهمزة من أحرف المضارع يجب إعادة الكلمة إلى الفعل الماضي نقوم بحذف حرف المضارع الهمزة ونقوم بحذف الضمير من نهاية الكلمة وهو الكاف نجد أن الكلمة أصبحت سألة سألة فعل ثلاثي مجرد إذن هنا أسألك هي فعل مجرد جيم يكثر السياح في مدينة البترة كلمة يكثر يكثر فعل مضارع يجب إعادتها للفعل الماضي يكثر نجد حرف الزيادة أو حرف المضارع وهو الياء نجد حرف المضارع وهو الياء يجب أن نقوم بحذفه تصبح الكلمة كثرة كثرة فعل ثلاثي مجرد إذن هنا الفعل مجرد السؤال الثاني جرد الكلمات الآتية من أحرف الزيادة كلمة دروس الأصل الثلاثي لها درسة كلمة يصاحب الأصل الثلاثي لها صاحبة كلمة مجالس جلسة تسامح سمحة تمريض مرضة السؤال الثالث أنشئ ثلاثة جمل تحوي كلمات مجردة وأخرى مزيدة سأترك لك المجال عزيز الطالب لتطلق العنانة لإبداعك ولأرى إبداعك في إجابتك على هذا السؤال السؤال الرابع ضع خطاً تحت الأحرف التي تتكرر في كل كلمة من الكلمات الآتية عالم معلم علامات استعلامات علماء معلومات عليم يعلمون نجد هنا تكرار حرف العين واللام والميم إذن الأصل الثلاثي لهذه الكلمات كلها هو كلمة علمة السؤال الخامس استخرج مما يأتي كلمات مجردة وأخرى مزيدة محدداً أحرف الزيادة ألف قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم في هذه الآية الكريمة نجد عدة كلمات أقسم أقسم فعل مضارع نقوم بحذف أحرف المضارع في بداية الكلمة وهو الهمزة بتصبح الكلمة قسمة إذن هي فعل مجرد فعل ثلاثي مكون من ثلاث أحرف لا يمكن الاستغناء عن أي حرف في هذه الكلمة إذن هو فعل مجرد كلمة والد والد إسم والد كلمة والد الأصل في هذه الكلمة ولد وهو اسم مزيد بحرف اسم مزيد بحرف وهو الألف خلقنا 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 فعل قمنا بحذف الضمائر أصبحت الكلمة خلقا كلمة خلقا فعل مجرد أيحسب كلمة يحسب يحسب قمنا بحذف ياء المضارعة أصبحت الكلمة حسبة وهي فعل مجرد وأيضا كلمات لن يقدر يقدر قمنا بحذف ياء المضارعة وهي فعل مجرد با ما أجمل عالم الطفولة إنه يتميز بالصفاء والبراءة ويضرب مثلا في الإنسانية النقية التي تمنح الطفل حقه في أن يعيش حياة هانية ويتمتع بما تتطلبه الطفولة من لعب ومرح وأن يتلقى تعليمه في بيئة ملائمة ولا يزج في سوق العمل في الجملة الثانية نجد كلمة عالم عالم اسم مزيد والأصل الثلاثي لهذه الكلمة علمة ونجد أيضا يضرب يضرب عند حذف حرف المضارعة وهو من بداية الكلمة نجد أن الفعل ضرب فعل مجرد فعل ثلاثي مجرد لا يمكن الاستغناء عن أي حرف موجود فيه ونجد أيضا كلمة تمنح وهي فعل مضارع نقوم بحذف حرف التاء وهو من أحرف المضارعة يصبح منحة فعل مجرد ونجد أيضا كلمة يتمتع نجد كلمة يتمتع في البداية يجب أن نعيد الفعل للزمن الماضي لأنه في الزمن المضارع نقوم بحذف يا المضارعة من بداية الكلمة تصبح الكلمة تمتع تمتع فعل مزيد بحرفين الحرفين هما التاء في بداية الكلمة والتضعيف في الحرف القبل الأخير من الكلمة أما في نهاية هذه الجملة تتطلبه نقوم بحذف تاء الأحرف المضارعة من بداية الكلمة ونقوم بحذف الضمائر تصبح الكلمة تطلب تطلب نجد أحرف الزيادة هنا حرف التاء في بداية الكلمة والتضعيف في الحرف قبل الأخير إذن هذه الكلمة فعل مزيد بحرفين هما التاء والتضعيف ونجد أيضا كلمة لعب ومرح لعب ومرح كلمة لعب اسم وكلمة مرح اسم وهي أسماء مجرد ثلاثية جيم حفظ طارق سورة لقمان حفظ طارق سورة لقمان حفظ فعل مجرد مكون من ثلاثة حروف ولا يمكن الاستغناء عن أي حرف موجود طارق اسم اسم الأصل الثلاثي منه طرقة الأصل الثلاثي منه طرقة هو اسم مزيد بحرف واحد فقط وهو الألف في وسط الكلمة كلمة لقمان كلمة لقمان كلمة لقمان اسم أيضا وهو اسم مجرد خماسي نجد أن عدد أحرف كلمة لقمان خمسة أحرف إذن هو اسم مجرد خماسي بهذا نكون انتهينا من درس القواعد أشكر لكم متابعتكم ودمتم بخير إلى الدرس القادم شكرا لكم جزيل الشكر شكرا لكم لكم